إله العرش علمنا علوما بما توحيلنا نحيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم نتابع اليوم بالدرس الثاني من بحث المحاليل المائية للأملاح تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف الملح وعن كيفية كتابة صيغة الملح ونتابع اليوم بإذن الله واليوم أيضا عندي فقرتين اللي هي ذوبانية الملح وتصنيف الأملاح بحسب قابليتها للذوبان ولكن قبل البدء بالدرس ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه يعتبر بحث المحاليل المائية للأملاح من أسهل دروس الكتاب على الإطلاق السبب في ذلك أن هذا الدرس يعتمد على الفهم فبدون مبالغة ليفهم الجزء النظري اللي هو هذا الدرس والدرس التالي مع الملاحظات اللي راح أعطيها في مقدمة المسائل بإذن الله تعالى بمقرب الامتحان راح تتفنن بحل المسائل ومهما بدل ومهما عدل ومهما جاب نكشات ما راح يطلع له معك شي ليش لأنك فهمان الموضوع بشكل جيد إذن نبدأ بأول فقرة اللي هي ذوبانية الملح يرمز للذوبانية بالرمز S راح نكتب التعريف بعدين نشرح ذوبانية الملح هي تركيز الملح في محلوله المشبع عند درجة حرارة محددة ولها أي الذوبانية نوعان النوع الأول أليف ذوبانية مولية وتقاس هذه الذوبانية بالمول في لتر قوة سالب واحد والنوع الآخر هو ذوبانية كتلية وتقاس هذه الذوبانية بالقرام في لتر قوة سالب واحد إذن ذوبانية الملح يرمز لها بالرمز S جاي من solubility وتعني باللغة العربية الذوبانية وهذه الذوبانية هي تركيز الملح في محلوله المشبع عند درجة حرارة محددة أول شغلة لازم تعرفوها أنه فهم هذا التعريف هام جدا في المسائل مو حفظه فهمه حفظه يهمنا بالنظري أما فهم هذا التعريف ضروري جدا في المسائل لذلك واجب عليك أنك تفهم كل كلمة من مفردات هذا التعريف طيب ما معنى هذا الكلام حقيقة في شغلة لازم نبهكم عليها أن هذا المصطلح مصطلح الذوبانية أو ذوبانية الملح هو مصطلح جديد يعني مثل ما شفته في المسائلة السابقة كنا نتعامل مع الحموض والأسس بالتراكيز مثل ما شفته في بعض المسائل يقول لديك محلول ماء لحمض الكبريت تركيزه كذا أو لديك محلول ماء الهيدروكسيد الصوديوم تركيزه كذا أما في الأملاع فدخل مصطلح جديد اللي هو الذوبانية فأحيانا يعبر عن الملح بالتركيز يعني مثله مثل الحموض والأسس وأحيانا يعبر عنه بالذوبانية فالسؤال الآن ما الفرق بين ذوبانية الملح وتركيز الملح؟ حقيقة لا فرق بينهما ذوبانية الملح هي ذاتها تركيز الملح ولكن بشرط ما هو هذا الشر أن يكون تركيز الملح في محلوله المشبع؟ فذوبانية الملح هي تركيز الملح ولكن بشرط في محلوله المشبع أعرف السؤال اللي دور ببالكم يا أستاذ تركيز الملح فهمناها ما معنى المحلول المشبع؟ تركيز الملح في محلوله المشبع حقيقة للإجابة على هذا السؤال تابعوا معي هذا الشكل فرضا عندي إناء يحوي واحد لتر من الماء المقطر وعندي قاعدة تقول اللتر الواحد من الماء المقطر يستطيع إذابة كمية محددة وثابتة من كل ملح يعني هذا اللتر من الماء ما يذوب على كيفه من الأملاح إنما لو كمية محددة وثابتة من كل ملح يستطيع إذابة يعني على سبيل المثال هذا اللتر من الماء المقطر يستطيع إذابة من ملح الطعام اللي هو كلوريدا السوديوم يستطيع إذابت 360 غرام فقط 360 غرام يعني أكثر من ربع كيلو لأن الكيلو ألف غرام طيب ما معنى هذا الكلام يعني أنت نضفت كمية من ملح الطعام أكثر من هذه الكمية يعني مثلا نضفت 1 كيلو 2 كيلو إلى 1 لتر من الماء ما الذي يحصل الذي يحصل أن هذا اللتر من الماء لن يذيب من الكمية المضافة إلا 360 غرام فقط وما تبقى لن يذيبها إنما تنزل في أسفل الإناء على شكل راسب بمعنى أن هذا اللتر من الماء يقول أخي أنا بحاجة من ملح الطعام 360 غرام كي أشبع يعني دون هذه الكمية لا أشبع وفوقها لا أريد يعني بل مختصر المفيد أنا حاجتي من ملح الطعام كي أشبع 360 غرام طيب الآن للتأكد من هذه الحقيقة العلمية سنقوم بتجربة بسيطة بإمكان أي واحد منكم ينفذ هذه التجربة بالبيت أدوات هذه التجربة هي 3 لتر من الماء المقطر وكيلو تقريبا من ملح الطعام اللي هو كلوريد السوديوم ولكن قبل البدء بتنفيذ التجربة خلونا نتفق على نقطة هامة جدا لأن الأول شرط آخر نور يعني إن كنت أو كنت جالس بالمطبخ بأمان الله وعم تراقم بالتجربة وما تحس إلا تضربة براسك من ستة الحبايب مع بهدة لأنه الله لا يوفقك نزعت لنا الملحات أنا ما لي علاقة نبهتك من الآن لأنه اسأل مجرب ولا تسأل حكيم طيب الآن هذه التجربة مكونة من ثلاث خطوات الخطوة الأولى راح نضيف من ملح الطعام 200 غرام إلى 1 لتر من الماء الخطوة الثانية راح نضيف 360 غرام الخطوة الثالثة راح نضيف 370 غرام طبعا لتر لكل عينة مو لكل العينات لتر واحد وبعد إضافة كل عينة نسجل ماذا نلاحظ طيب نبدأ بالعينة الأولى ضفنا 200 غرام إلى 1 لتر ماذا نلاحظ نلاحظ ذوبان كامل الكمية ليش لأن احنا اتفقنا أن الواحد لتر من الماء يستطيع إذابه 360 غرام فشي طبيعي راح يذوب 200 غرام ولكن نقول المحلول في هذه الحالة المحلول غير مشبع ليش هذا المحلول غير مشبع لأن احنا اتفقنا أن اللتر من الماء كي يشبع من ملحة الطعام بحاجة إلى 360 غرام أنا ضفت له 200 فشي طبيعي ما راح يشبع طيب العينة الأخرى ضفنا 360 غرام إلى لتر من الماء ماذا نلاحظ أيضا نلاحظ ذوبان كامل الكمية ولكن المحلول في هذه الحالة اسمه محلول مشبع ليش؟ لأنه أخذ حاجته هو حاجته كي يشبع 360 غرام وأنا ضفت له 360 غرام طيب العينة الثالثة ضفنا 370 غرام إلى هذا اللتر ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ذوبان 360 غرام فقط من هذه العينة أما العشر غرامات الأخرى فإنها لن تذوب وإنما تنزل على شكل راسب في أسفل الإناء ونقول المحلول في هذه الحالة محلول فوق مشبع إذن عندي ثلاثة أنواع من المحاليل محلول غير مشبع محلول مشبع ومحلول فوق مشبع المحلول غير المشبع هو المحلول الذي يستطيع إذابة كمية إضافية من الملح أما المحلول المشبع هو المحلول الذي استطاع إذابة أكبر كمية من الملح ولن يستطيع بعدها إذابة أي كمية أما المحلول فوق المشبع هو المحلول الذي لا يستطيع إذابة أي كمية من الملح إذن الآن بإمكاني أعبر عن هذه الأرقام بتعبير آخر بإمكاني أعبر عنها بالتراكيز ليش؟ لأن التركيز وبكل بساطة إما أن يكون تركيز مولي وإما أن يكون تركيز غرامي طيب شو هو التركيز المولي؟ التركيز المولي هو عدد المولات بواحد لتر طيب والتركيز الغرامي هو عدد الغرامات بواحد لتر وبما أنه ضفت 200 غرام الواحد لتر فبإمكاني أسمي هذا العدد بالتركيز وبالتالي أنا عندي ثلاثة تراكيز لملح كلوريدا الصوديوم تركيز في المحلول غير المشبع وتركيز في المحلول المشبع وتركيز في المحلول فوق المشبع أنا لهمني من هذه التراكيز هو التركيز في المحلول المشبع الذي يعبر عنه بالذوبانية وبالتالي أقول ذوبانية ملح كلوريدا الصوديوم هي 360 أي أن هذه الكمية هي أكبر كمية من الملح استطاع 1 لتر من الماء أن يذيبها إذن بالمختصر المفيد ذوبانية الملح هي ذاتها تركيز الملح ولكن مو أي تركيز لا إنما التركيز في المحلول المشبع طيب الآن بعد ما فهمنا تعريف ذوبانية الملح تقسم الذوبانية إلى قسمين ذوبانية مولية وتقاس بالمول في لتر قوة سالب واحد وذوبانية كتلية وتقاس بالقرام في لتر قوة سالب واحد طبعا في المساء يعطيك الذوبانية المولية ويطلب الكتلية أو العكس فأنت مجرد معرفة أحدهما تعرف الأخرى وبكل سهولة لأنه في علاقة تربط بيناتهم وهي الذوبانية الكتلية تساوي الذوبانية المولية مضروبة بالكتلة المولية وهو قانون هام جدا سنستخدمه بإذن الله تعالى في المسائل إذن الذوبانية الكتلية تساوي الذوبانية المولية مضربة بالكتلة المولية طبعا الكتلة المولية دوما تعطى في المسائل في أسفل المسألة طيب الآن أستاذ بعد ما فهمنا الذوبانية شو المطلوب مننا من هذه الفقرة المطلوب منكم أولا تحفظ تعريف ذوبانية الملح طبعا أمر مستبعد أنه يجيك بالامتحان عرف ذوبانية الملح ولكن طالب البكالورية يعتبر كل كلمة بالكتاب هي مشروع سؤال بالامتحان إذن تعرف تعريف ذوبانية الملح وأنواع ذوبانية مولية وذوبانية كتلية وتعرف العلاقة بينهما وتعرف أنه عندي ثلاثة أنواع من المحاليل محلول غير مشبع ومحلول مشبع ومحلول فوق مشبع طبعاً ممطلوب منكم تحفظ تعاريف هذه المحاليل تحفظ الأسماء فقط أنه عندي ثلاثة أنواع من المحاليل ولكن الملاحظة الهامة لازم نبهكم عليها لتفيدني في المسال أن هذه الذوبانية لما يعطينيها بكرة بالمسال راح يعطينيها بطريقتين الطريقة الأولى راح يعطينيها بشكل واضح وصريح يقول لديك ملح ذوبانيته المولية كذا أو ذوبانيته الكتلية كذا هذه ما فيه إشكالية ولكن الإشكالية في الطريقة الأخرى فأحياناً يعطينيها ولكن بطريقة غير مباشرة كيف؟ يقول لديك ملح تركيزه كذا في محلوله المشبع فإنت مباشرة لازم تعرف أن هذه العبارة التركيز في المحلول المشبع هو ذاته الذوباني إذن تبوي لهي الملاحظة الهم هي كون أنت هنا من الفقرة الأولى وهي الذوبانية الملح ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية وهي تصليف الأملاح بحسب قابليتها للذوبان خلونا نمسح إذن تصنف الأملاح بحسب قابليتها للذوبان إلى صنفين أملاح ذوابة وأملاح قليلة الذوبان طبعا راح ندرس هي الصنفين على شكل مقارنة فأتمنى تنقلوا هذا الجدول على دفتركم لأنه مو موجود بهذه الصيغة طبعا المقارنة بين الصنفين راح تتم بخمس شغلات النقطة الأولى راح نقارن بيناتهم من حيث التعريف والنقطة الثانية بماذا يمتاز كل صنف والنقطة الثالثة ما هي الأملاح الذوابة والأملاح قليلة الذوبان والنقطة الرابعة حقيقة والهامة اللي هي التعليل نعلل لماذا تعتبر بعض الأملاح ذوابة وبعضها قليلة الذوبان والنقطة الأخيرة أو الخطوة الأخيرة راح نتعلم بإذن الله تعالى كيف نكتب معادلة الأملاح الذوابة ومعادلة الأملاح قليلة الذوبان إذن نبدأ بالمقارنة الأولى اللي هي التعريف ما تعريف الأملاح الذوابة الأملاح الذوابة بكل بساطة هي الأملاح التي ذوبانيتها الذوبانية اللي درسناها قبل قليل التي رمزها إس إذن هي أملاح التي ذوبانيتها أكبر من 1 بال10 مول لتر سالب 1 عند الدرجة 25 سلسيوس أم الأملاح قليلة الدوبان هي الأملاح التي ذوبانيتها أقل من 1 بالألف مول لتر سالب 1 عند الدرجة 25 سلسيوس المختصر المفيد أنا عندي ملح من الأملاح وأبدي عرف هل هذا الملح دواب أم قليل دوبان أضعه في 1 لتر من الماء ولكن بشرط عند الدرجة 25 سلسيوس فإن كانت ذوبانية هذا الملح أكبر من 1 بالعشر أقول هذا الملح هو ملح ذواب وإن كانت أقل من واحد بالألف أقول هذا الملح هو قليل الذوبان إذن هذا بالنسبة للتعريف المقارنة الثانية بماذا تمتاز الأملاح الذوابة؟ حقيقة أول ميزة تمتاز بها الأملاح الذوابة بأن محاليلها متجانسة بخلاف الأملاح قليلة الذوبان فإن محاليلها غير متجانسة ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى محلول متجانس ومحلول غير متجانس؟ حقيقة المحلول المتجانس هو المحلول الذي يتكون من طور واحد أما المحلول غير المتجانس هو المحلول الذي يتكون من طورين فأكثر طيب ما معنى طور وطورين نحن نعرف أنه أطوار المادة ثلاثة إما أن تكون صلبة وإما أن تكون سائلة وإما أن تكون غازية فأنا أنظر في الإناء فإن كان يحتوي على طور واحد يعني كله صلب أو كله سائل أو كله غازي أقول هذا المحلول متجانس أما إن كان يحوي على طورين فأكثر يعني صلب وسائل أو سائل وغازي أقول هذا المحلول غير متجانس طيب تابعوا معي هذا الشكل فرضا أن عندي إناء هذا الإناء فيه ماء ووضعت في هذا الماء ملح ذواب وعندي إناء آخر أيضا فيه ماء ووضعت فيه ملح قليل الذوبان طبعا الملح سواء كان ذواب ولا قليل الذوبان قبل وضعه بالماء هو بالطور الصلب ولكن يمتاز الملح الذواب بمجرد دخوله إلى الماء فإنه يذوب بشكل كامل يعني عندما أنظر بداخل الإناء لا أرى إلا طورا واحدا هو الطور السائل الطور الصلب كله اختفى وبالتالي أقول هذا المحلول هو محلول متجانس أما الملح قليل الذوبان فعندما أضع منه كمية بالماء فإن جزء قليل فقط منه يذوب أما الجزء الأكبر فإنه ينزل في أسفل الإناء على شكل راسب وبالتالي عندما أنظر بداخل الإناء أرى طورين طور السائل متمثل بالجزء الذي ذاب من الملح وطور الصلب متمثل بالجزء المترسب الذي لم يذاب من الملح وبما أنه يحتوي على طورين صلب وسائل أقول هذا المحلول غير متجانس إذن محلول الملح الذواب هو متجانس ومحلول الملح قليل الذوبان هو غير متجانس إذن هي بالنسبة للميزة الأولى التي تمتاز بها الأملاح الذوابة الميزة الأخرى التي تمتاز بها حقيقة بأن تأيينها تام بخلاف الأملاح قليلة الذوبان فإن تأيينها جزئي طيب ما معنى هذا الكلام؟ درسنا في الدروس السابقة الحموض ودرسنا الأسس والحمض إذا تفاعل مع الأساس راح يعطيني ملح اللي هي علوان درسنا اليوم طيب الآن راح أسألكم السؤال هل تأيين الحمض تام يعني أكتب معادلته بسهم واحد ولا جزئي أكتبها بسهمين؟ أكيد راح تجاوبوني أنه يا أستاذ حسب طبيعة الحمض فإن كان الحمض قوي راح يكون تأيينه تام وإن كان ضعيف راح يكون تأيينه جزئي يعني سهمين ونفس الشي بالنسبة للأسس فإن كان الأساس قوي راح يكون تأيينه تام وإن كان ضعيف راح يكون تأيينه جزئي يعني سهمين ونفس الشي بالنسبة للأملاح ولكن الأملاح ما عندي قوي ضعيف عندي ملح ذواب وملح قليل الذوبان فإن كان الملح ذواب رح يكون تأيونه تام يعني سهم واحد وإن كان قليل الذوبان رح يكون تأيونه جزئي يعني سهمين طيب الآن السؤال يا أستاذ أنا كيف أعرف الحموض هل هو قوي ولا ضعيف مشان أكتبه بسهم ولا سهمين ذكرت لكم في الدروس السابقة أن الحل الوحيد أمامك أنك تكون حافظ جميع صياغ الحموض والأسس القوية والضعيفة التي تكلمت عنها بالتفصيل بالفيديو الثاني من بحث الحموض والأسس يعني بالمختصر إن ماكنت حافظها الصياغ ما رح تستطيع تميز هل هذا الحموض هو قوي ولا ضعيف وبالتالي ما رح تعرف تكتب المعادلة هل هي بسهم ولا سهمين هذا الكلام ينطبق على الحموض والأسس أما بالنسبة للأملاح لا فالموضوع أسهل من ذلك بكثير ما ذكرت لكم أنه درس الأملاح هو من أسهل دروس الكتاب طبعا الأفضل أن الطالب يكون حافظ صياغ الأملاح الذوابة والأملاح قليلة الذوبان ولكن لسبب ما بالامتحان ما استطاع الطالب أن يستذكر الملح هل هو ذواب ولا قليلة الذوبان وبالتالي ما عرف يكتب المعادلة هل هي بسهم ولا سهمين حقيقة رح يعطيك إشارة بالسؤال أنه انتبه هذا الملح هو ملح ذواب وبالتالي لما تكتب معادلة تكتبها بسهم واحد وراح يعطيك إشارة أخرى أنه انتبه هذا الملح هو ملح قليلة ذوبان وبالتالي لما تكتب معادلة تكتبها بسهمين طيب الآن ما هي إشارة الملح الذواب؟ حقيقة رح يذكر لك عبارة إماهة لأنه يعبر عن ذوبان الملح الذواب بالماء بالإماهة يعني على سبيل المثال قال لديك ملح السياني دا السوديوم وأنت ما عرفت ملح السياني دا السوديوم هل هو ذواب ولا قليلة ذوبان ولكن قال لك والمطلوب أكتب معادلة الإماهة لهذا الملح فهذه الكلمة إشارة منه إلك أنه انتبه هذا الملح هو ملح ذواب وبالتالي لما تكتب معادلته اكتبها بسهم واحد طبعا رح نتعلم كيف نكتب المعادلة ولكن ليهمنا الآن أنه كيف أعرف المعادلة هل هي بسهم ولا سهمين إذن إشارة الملح الذواب هي الإماهة طيب ما هي إشارة الملح قليلة الذوبان؟ حقيقة رح يذكر لك بس سؤال هذه العبارة التوازن غير المتجانس التوازن يعني عندي سهمين وغير المتجانس لأن ذكرت لكم قبل قليل بأن الأملاح قليلة الذوبان محاليلها غير متجانسة يعني مثل عطاك ملح قال لديك ملح كربونات الفضة وأيضا معرفت هذا الملح هل هو ملح ذواب ولا قليل الذوبان؟ ولكن قال لك والمطلوب اكتب معادلة التوازن غير المتجانس لهذا الملح فهذه العبارة إشارة منه إلك أنه أنت بهذا الملح هو قليل الذوبان وبالتالي لما تكتب معادلته اكتبها بسهمين إذن إشارة الأملاح قليلة الذوبان هذه العبارة التوازن غير المتجانس إذن هيك ننتهينا من المقارنة الثانية إذن بالملخص تمتاز الأملاح الذوابة بأن محاليلها متجانسة وتأينها تام ويعبر عن معادلة الأملاح الذوابة بالإماها بينما الأملاح قليلة الذوبان تمتاز بأن محاليلها غير متجانسة وتأينها جزئي ويعبر عن معادلة الأملاح قليلة الذوبان بعبارة التوازن غير المتجانس ننتقل الآن إلى المقارنة الثالثة والتي هي ما هي الأملاح الذوابة والأملاح قليلة الذوبان بس خلونا نمسح إذن الآن إذا أعطاني ملح من الأملاح كيف أعرف هل هذا الملح هو ملح ذواب ولا ملح قليل الذوبان أعرف السؤال اللي دور ببالكم أنه يا أستاذ أنت قبل قليل علمتنا أنه أمت ما شفنا كلمة إماها يعني الملح ذواب وأمت ما شفنا التوازن غير متجانس يعني الملح قليل الذوبان فليش لا أعذب حالي وأحفظ صيغ الأملاح الذوابة والأملاح قليلة الذوبان نعم هذا صحيح ولكن هذا الكلام لا ينطبق على جميع الحالات ليش؟ لأنه في بعض المواضع ما يعطيني أي علامة أو إشارة تشير لي أنه هذا الملح هو ملح ذواب ولا ملح قليل الذوبان نعم هذه الطريقة تفيدني في كتابة المعادلة وأحيانا في المسائل ولكن مثل ما ذكرت لكم في بعض المواضع ما يعطيني أي علامة وبالتالي الحل الوحيد أمامي أن يكون حافظ جميع صيغ الأملاح الذوابة وقليلة الذوبان طبعا الآن سأقدم لكم بعض المعلومات تساعدكم بالتمييز ما بين الأملاح الذوابة والأملاح قليلة الذوبان نبدأ بالأملاح الذوابة كيف أعرف الملح هو ذواب؟ حقيقة أي ملح يكون أحد أو كلا جزئيه إحنا ما اتفقنا بالدرس الماضي أن الملح تكون من جزئين فإن كان أحد أو كلا جزئي الملح أحد هذه الإيونات اللي هي خلات أو أمونيوم أو صوديوم أو بوتاسيوم أو نترات مباشرة نغمض عني وأقول هذا الملح هو ملح ذواب بالإضافة أنه عندي ملحين راح يمرنوا معنا بالمسائل اللي هما كلوريد الباريوم وكلوريد الكاليسيوم طبعا أنا راح أعطيكم جملة هذه الجملة تضم أسماء هذه الإيونات وبالتالي متى ما حفظت هذه الجملة تستطيع استذكار أي أيون من هذه الإيونات بالامتحان هذه الجملة تقول خل أم صوبون مصابون صوبون هو المفروض الجملة بدك خل أم صابون ولكن غيرنا صابون إلى صوبون مشان نمشي الأمور يعني فهذه العبارة تضم أسماء الإيونات التي متى ما دخلت إلى ملح من الأملاح جعلته ملحا ذوابا كيف؟ شوف خل قارنوا بين هذه الجملة وبين هذه الإيونات خل تشير إلى الخلات أم تشير إلى أمونيوم والصو تشير إلى الصوديوم والبو تشير إلى البوتاسيوم والنون تشير إلى النترات إذن هي بالنسبة إلى هذه الإيونات أما بالنسبة لهي الملحين فبإمكانكم تستذكروها من خلال العبارة التالية باسل دخل في كاسل فذاب فيها ما معنى هذه العبارة؟ باسل دخل في كاسل ما معنى كاسل؟ كاسل كلمة إنجليزية معناها قلعة يعني باسل دخل في القلعة فذاب فيها باسل يعني كلوريد الباريوم وكاسل يعني كلوريد الكاريسيوم وبالتالي إذا أعطاني ملح من الأملاح لا يحتوي على أحد هذه الإيونات ولا هو من هي الملحين مباشرة أحكم على هذا الملح بأنه ملح قليل الذوبان طيب خلونا نأخذ سؤال من تمرينات الدرس تساعدنا بالتمييز ما بين الأملاح الذوابة والأملاح قليلة الذوبان أكتب السؤال أي من الأملاح التالية قليلة ذوبان؟ الملح الأول إذن أطاني مجموعة من الأملاح وطلب مني أي من هذه الأملاح هو ملح قليل الذوبان نبدأ بالملح الأول ولكن يجب أن تكون مستحضر الصيغة اللي هي خلقا مصوبون بالإضافة إلى باسل دخل في كاسل فهذه هي الأملاح الذوابة وما عداها غير ذواب نبدأ بالملح الأول نلاحظ أن هذا الملح يحتوي على الأمونيوم إن أتش أربعة أمونيوم وبالتالي أقول هذا الملح هو ملح ذواب هو بده قليل الذوبان طيب الملح الآخر نلاحظ أنه يحتوي على الأن أ الصوديوم تمام؟ إذن أيضا ذواب طيب هذا الملح نلاحظ أنه يحتوي على النترات إن أو ثلاثة وهو النون وبالتالي أيضا ذواب فلم يبقى إلا هذا الملح اللي هو رومات الرصاص هو ملح قليل الذوبان إذن هي كنتين من هي الفقرة أنه كيف نستطيع التمييز ما بين الملح الذواب ملخص هي الفقرة أحفظ هذه العبارة خل أمصوبون بالإضافة باسل دخلة في كاسل وما عداها يكون الملح قليل الذوبان ننتقل الآن إلى الفقرة الرابعة حقيقة والهامة واللي دوما تتكرر بأسئلة الدورات على شكل تعليل إنه يعطيك ملح من الأملاح الذواب ويقول لك علل يعتبر هذا الملح هو ملح ذواب أو يعطيك ملح من الأملاح قليلة الذوبان ويقول لك علل لماذا يعتبر هذا الملح فكرة هذا السؤال مثل ما ذكرت لكم أنه يعطيني بالامتحان ملح من الأملاح ويقول لي علل يعتبر هذا الملح هو ملح ذواب أو يعطيني ملح آخر يقول لي علل يعتبر هذا الملح هو قليل الذوبان وللإجابة على هذا السؤال عندي طريقتين الطريقة الأولى هي طريقة الحفظ والبصم ومدة هي الطريقة أسبوع أو عشر تيام راح تنساها لأن هناك تشابه كبير بين الإجابتين أما الطريقة الأخرى هي طريقة الفهم فمجرد ما فهمت الجواب الفهم راح يروح معك للامتحان ومستحيل تخربط بين الإجابتين بإذن الله تعالى فالبدو الطريقة الأولى موجودة بالكتاب والبدو الطريقة الثانية اتابعني مثلا أنا عندي إناء هذا الإناء يحوي بداخله على ماء طبعا سأكتب الماء بهذه الصيغة ومن المعروف أن الماء هو مركب قطبي يعني يحوي على أقطاب سالبة وأقطاب موجبة فالأكسجين يمتلك شحنة جزيئية سالبة ليس شحنة سالبة جزيئية سالبة هذه الإشارة يعني جزيئية والماء يمتلك شحنة جزيئية موجبة طيب الآن إذا وضعت ملح من الأملاح بغض النظر هل هذا الملح ذواب ولا قليل الذهبان إذا وضعته بالماء ما الذي يحصل أول شغل أن نعرف أن الملح أيضا مركب قطبي لأن ذكرتكم في الدرس الماضي أن الملح يتكون من جزئين جزء حمضي سالب وجزء أساسي موجب طيب الآن متى نقول عن هذا الملح أنه يذوب بالماء ومتى نقول عنه أنه لا يذوب حقيقة إذا فصلوا هاي الجزئين عن بعضهم البعض نقول أن الملح قد ذب وإن بقيا متصلين نقول أن هذا الملح لم يذوب طيب الآن مجرد ما وضعت الملح بالماء مباشرة يشن الماء هجوم على الملح الجزء السالب من الماء اللي هو الأكسجين يتجه إلى الإيون الموجب أو الجزء الموجب من الملح والجزء الموجب من الماء اللي هو الهدروجين يتجه إلى الجزء السالب من الملح في محاولة من الماء لفصل الجزئين عن بعضهم البعض وبالتالي تتم عملية الذوبان ولكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل بأن الماء سيواجه صعوبة في فصل هيئة الجزئين عن بعضهم البعض ليش؟ لأن حقيقة هناك قوة تجاذب كهربائي بين إيونات الملح في البلورة طبعا قوة تجاذب كهربائي بين إيونات الملح في البلورة مو بعد ما ينفصلوا تمام؟ وقوة تجاذب هذه تختلف من الملح إلى آخر في بعض الأملاح تكون قوة تجاذب بين إيونات الملح في بلوراته قليلة جدا يعني أقل من قوة جذب جزيئات الماء لهذه الإيونات وبالتالي يستطيع الماء وبكل سهولة أن يفصل الجزئين عن بعضهم البعض وهذه الخاصية متوفرة في الأملاح الدوابة فقوة تجاذب بين إيونات الملح في بلوراته في الأملاح الدوابة أقل من قوة جذب جزيئات الماء لهذه الإيونات أما في الأملاح قليلة الذوبان العكس فإن قوة تجاذب بين إيونات الملح في بلوراته أكبر من قوة جذب جزيئات الماء لهذه الإيونات وبالتالي لا يستطيع الماء أن يفصل هي الجزئين عن بعضهم البعض ونقول أن الملح لم يذوب إذن هذه الإجابة باختصار خلونا نكتب الجواب طبعا في سؤال وارد بتمرينات الدلس اللي هو علل تعتبر أملاح الصوديوم ذوابة بالماء طبعا بالامتحان احتمال يغير لك الملح يقولك تعتبر أملاح الخلات أو يعتبر ملح كلوريدا الصوديوم يعني الإجابة واحدة لجميع الأملاح الذوابة الجواب لأن قوة تجاذب بين إيونات الملح أهم شيء في بلوراته أصغر من قوة تجاذب بين إيوناته يعني إيونات الملح وجزيئات الماء طبعا أثناء الذوبان إذن لأن قوة تجاذب بين إيونات الملح في بلوراته أصغر من قوة تجاذب بين جزيئات الماء وإيونات الملح ولكن تبوا إلى هي الملاحظة الهامة الأغلب الطلاب يقعوا بها بالامتحان وعم يتفاجئوا أنه وين عم تروح العلامات أول خطأ يقع به الطلاب أنه ما يذكروا كلمة بلوراته لأن قوة تجاذب بين إيونات الملح أثناء ما كانوا متصلين مع بعضهم البعض يعني أثناء ما كانوا بلورة وليس بعد الانفصال إذن تبوا إلى هي الملاحظة الهم الملاحظة الأخرى أن أغلب الطلاب ما عم يميز ما بين الإيونات والجزيئات فنحن نعبر عن الملح بالإيونات وعن الماء بالجزيئات فإذا طالب الامتحان عكسها يعني قال لأن قوة تجاذب بين جزيئات الملح وإيونات الماء يعتبروا له خطأ بالامتحان إذن تبوا إلى هي الملاحظتين الهامتين طيب في سؤال آخر أيضا بتمرينات الدرس يقول علل ملح كرومات الفضة قليل الذوبان بالماء طبعا نفس الإجابة الأولى تماما ولكن بدل كلمة أصغر نضع أكبر إذن نقول لأن قوة تجاذب بين إيونات الملح في بلوراته أكبر من قوة تجاذب بين إيوناته يعني إيونات الملح وجزيئات الماء طبعا أثناء الذوبان لنهايك كنتين من الفقرة الرابعة حقيقة والهامة جدا بقي عندي فقرة واحدة إنه كيف نكتب معدلة الأملاح الذوابة والأملاح قليلة الذوبان رح أجلها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى مشان حجم الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته